اشتركوا في القناة 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 ولطول بدون هذا الخطوة ما راح يقرأها في السوني يعني البليستشن ثري ما راح يقرأه يقول لك هذه اللعبة يعني لسه ما يفكوك الضغط عنها وما راح يقرأها الفلاش حتى ركبت لفلاش في البليستشن ما راح تعارف على اللعبة لأنها غير وفكوك الضغط عنها لازم أي لعبة سواء كانت بلشان 1 ولا 2 ولا 3 ولا أي لعب عموما لازم تفك الضغط عنها الاول قومة تنقلها للفلاش هادي شي واضح واساسي من زمان فخلص انا انا بوقف الجوال الان وخلونا انا ننتجها على جهاز وشان ندري او الشيطير هذا معمومن قدامكم الان فالان يعني خلاص حطتها فلاش فيها وراح نشوف ايش راح يصير معنا بالضبط ايش راح نستكمل بعد ان اوما نروح على الملتيمان وندخل على الروت على طول بلاقي ان الاستشن تعرف على الفلاش احنا ندخلها ونقلها فيها اللعبة الان فبتلاقي عندك ان اللعبة بيرسيرك بصغة ايزو ناخدها نسخ هنا ونروح على هردسكوشان تريد الداخلي دف اتش دي دي زيرو بعد ان نروح على البي اس تو ايزو زي ما شايفين هنا هذا المكان الخاص بي اس تو ايزو فبعد ان نلصق اللعبة هنا وراح ينسقلنا يعني على طول لك اللعبة يا شاب يعتبر يعتبر حجبها كبير قربت الاربع قيقا انا كنت خفت صراحة على يعطي لي نفس الرسالة هذا المنف اكبر الاربع قيقا اضطر غير نسخة لصيغة الفلاشة الى مدني ايش اه مشوار مشوار والله مشكل اقسم بالله طي شاب خلاص تسعة وتسعين مية الان خلاص خلصت نكفل صفحة الخلفية هذه الخلف ولو بتكدر تشغل العاب الايزو من هنا من ملتي مان تقدر لك مشوار صراحة فافضل لك انك ايش تحمل الويب مان او المني غانز او الاشياء اللي تسهل عليك هذي تخلي لك الالعاب في الخارج على طول فاحنا الان راح نضغط لها الضغطين كده ونشوف اللعبة ايش صار ما حالة ما نقلناها من الجوال باستخدام الفلاش المركب الفلال الى البلاستيشن على طول فازم يتعرفون راح يجيني كده على طول طبعا اللي ما شاف المقطع بحط لكم في اوغي يعني انتا قد شوفوا المقطع ان كيف نشغل العاب الايزو من طريقة من وراء الطاولة قلتش يعني يعطوا القلتش فكالعاد ان راح نختار مثلا لعبة باكيج واللي راح تشتغل ليس كراش توين سانتي وانما لعبة الايزو اللي هي بير سيرك هذي فخلونا نشوف زي كده طبعا لازم شوفوا المقطع شا تفهمون ايش السالف ولا ما راح تفهمون ابدا زي ما شايفين اللعبة اللي شغلها هي بير سيرك اكيد ما هي شي هي ايش تشتغل بدائرة غريبة اللعبة هذي اكيد انها يابانية بحتة انا ما عارف اللعبة هذي اساسا ولكنت جربتها من قبل فكانت نصيحة من لاحد المتابعين فاللعبة هذي واضح انها يابانية يعني اللي يسوي دائرة دائرة قدام اكس وراء ايه 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 اي لأنها أتبع لهم عملاً كفر حياتي كلها وين راح للجهد مرحباً لقد تشتيره تحرق أحمر ترجمة نانسي قراءة ما حقاً؟ ما حقاً؟ مقصد؟ ما هذا مقصد؟ مقصد أنت من هناك؟ شباب هذا كل ما يجب أن يقال في هذا الفيديو إذا أصبت لك شيء بخصول الفيديو شباب قدت تواصل معي على مواقع تواصل الاجتماعي مجد في لمحة أو في قناة الوصف وفي شيء أخير شباب لازم تفهمه إن هذا المقطع انتهى يعطيكم العافية على المشاهد للحد الآن ولا تشاهدوا ضبطونا من اللايك والاشتراك والكومنت والشير والأشيال الحلوة يا شباب وإذا فهذاك شيء بخصول الفيديوهات عموماً تقدر تشوف هذه الفيديوهين اللي موجودين هنا تشوف الأول سمتع فيهم وإذا حبت ترجعنا مرة ثانية حياك الله في أي وقت وأنا نراكم في لقائنا آخر شاب فيديو جديد مع السلام